اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فلش طوبة البراني والدخلين تعالوا البراني والدخلاني البراني هذا والدخلاني اللي فوق القنطرة هوا سمعتها سيد الله يزيقبر شوف وهذه غادي تكون نموذج يحتذى به في المغرب كله هذا مشروع مهم اعطى دفعة قوية للعمل الثقافي الديني التربوي ورد لاعتبار لمن طويهم النسيان وكانت لهم بصمات دينية تاريخي ثقافية في في الاجتبى البراني وفي الاجتبى الدخلاني قال لك الكتاب في سطور الكتاب الذي بين ايديكم كتاب يجمع الشتات ويقيم هذا السحمد بن سعيد ويقيم ما ينبغي ان توهب له قيمة يقيم ما ينبغي ان توهب له قيمة هذا المسأل عندها قيمة لكن نحن لا نقيمها فهو يريد ان يعطيها قيمتها الحقيقية ويلقي العضواء على معالم تاريخية اذا معالم تاريخية في هذه الحيين ويخط احداثا واسماء لامعة قدمت الكثير في مرحلة من الزمن كانت فارقة شهادات حية لمجموعة من الغيورين على هذا الحي العتيد والذي قدم الكثير في مختلف نواحي الحياة وانا اعترف لهذا الحي بان اهل الحي كان لهم فضل في توبتي الى الله وفي عودتي الى المسجد حينما جئت من البادية في ثمانين تسعمية والف فهذا الحي واهله كان لهم الفضل في ان دفعوني الى بيت الله الحرام وما وجود بينكم الان وانا اتحدث بما يفتح الله فان الفضل بعض الله هو للاخوة دي الحي طب البران جزاهم الله خير والذي قدم الكثير في مختلف نواحي الحياة العلمية والثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والرياضية خلال مئة عام الف وتسعمية والفين سطرها لكم احمد بن سعيد بتوجيه من الاستاذ محمد الشواف صاحب هذه الفكرة العلمية الضاربة الجذور والتي لا يزال يحلم بها الغيرون من اهل الحي والوطن عموما فكرة 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 وضع فكرة وضع كتاب يوثق مرحلة مئة عام مر بها حي طوبة ذلك الحي العامر بأهله والواقع في خط الشمال لمدينة وجدة في المنطقة الشرقية المغرب والكتاب عبارة عن احداث موثقة ومدعمة بالادلة والوثاق والصور والمقالات والبيانات التي تعود الى عشرات السنين سلمها لنا اصحابها مشكورين ابي احمد بن سعيد وانا منبقت نشوفها كذا الله يجزيهم بخير فارى هذه الوجوه الطيبة التي صلنا وراءها وكان لها الاثر الكبير في تربيتنا ودعوتنا الى الله وسوقينا في طريق الهداية بطريق حكيمة فجزاهم الله خيرا فاذا اهيل عليهم الطراب فهم لا زالوا احياة في الوجد المرحوم الحاج طيب بنبوش معاه اهل اللي كان ان شاء الله تبارك وتعالى قررنا المرحوم البهلالي حسان مسجد ديال ديال فلاشة الدخلانية اللي كان نحضر له ان شاء الله تعالى الدروس يوميا من المغرب اللي عشاء رحم الله هذا الجهبذ امام مدينة وجدة وخطيبها هذا هذا السعبد الرحيم البعاء العزاوي اللي كان جموره رحمه الله هذا كان يسميه كتاب قرآن يمشي على الارض وحينما دفن قال فيه ذلك الذي ابنه قال اليوم ندفن مصحفا اليوم وانا انا كان ذكرش الله فهذا قال اليوم وهذا الحجس بالقاسم امامنا الذي صليت اول مسجد صليت بالناس فيه باذن من هذا الفقه هو هذا حجس بالقاسم هذا اول واحد دفعني باشي صلي بالناس هذا كان يصلي كان يجي يقرأ القرآن قبل ما يوذن ويوذن ويصلي بالناس الصبح وكان لا يفطروا بذكر الله والقرآن وهؤلاء كلهم كرموا كرموا ان شاء الله تبارك وهذا تعرفوا هذا السسعيد بالبعزان اللي عنده الشجام عند يالبو غانم كي اسميه السسعيد هذا من اللي يدفنوا ولده ناقل على ولده اقسم بالله وجدوه كما هو والله لم تضع منه هذا هذا السسعيد هذا السسعيد راح في القبر نتعوه كما هو كما دفين ها السسعيد هذا كما دفين ولده الفقيه اللي كان صاحبي من اللي يدفنوه داروه في المقبر في اللحد من ينجاوه ودوه وجدوا أباه كما هو باقي النحياء بيكون لم يسقط من عيش هذا الولي هذا في لشطوبة هذا وهذا راكو تعرفوا سحمد الزياد صديق ديال الوليد واللي ابنته أنا في موته إن شاء الله بين سحمد رحم الزياد شكوين هو الرئيس انتاح جمعيتكم مناهي الخير هيا وإن شاء الله تبارك وتعالى وهذا تعرفوا استحسن مباركي الإمام 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 ديال ما هذا الإمام ديال ما ديالروضة هذا مسكين مات شبا هذا مات شبا في ليلة الجمعة ومات في الليلة التي كان ينوي أن يرحل إلى مسكنه الجديد هذا رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله إذن ففعلا هذا الكتاب جزاه الله خيرا القائمنا سيبقى شهادة حية هذا هو العمل آل وغش اسمعت آل وغش هذا العمل كدير أكاديميات وجمعيات هذا كيقوم عليه إنسان واحد أنا أحيي هذا الإنسان صاحب الفكرة على هذا المجهود يريد أن يحيي طراثا لا لمجرد الإحياء لكن للعبرة للتاريخ للقدوة لنذكر إن شاء الله إفضال هؤلاء على المدينة فمن لم يشكري الله فمن لم يشكري الناس لا يشكري الله هذا كان عنده عني أنا فضل واحدة تصويرات من نيت اللي كان يجيبوها لي في آخر لقاء دعم الحاجد حسان العرش ديالة بنت السيبراي آه السيبراي من رأنا البنية ديالة اللي كنت دي وجد مشيت عنده سلمت له على رسول قلت له صوروني أنا مسلم على الرسول تعسيه إلا هذي يخصكم تجيبوها لي كانت آخر لقاء وكان إن شاء الله تعالى قبق قوسيني أوادنا وكان يتحرك يعني ببط وسلمت له على رسول ولكن لكان يجيبونا الإخوان كانت عليك في الدرس إبراهيم يجيبوها لنا إن شاء الله رأي مصورها تكون عندنا إن شاء الله تبارك وعلا هذا صلى بنا سنوات سينا وكاننا رياضيين وكان كذا وهذا الشي إن شاء الله تعالى يمكنكم الاطلاع عليه في معرض فين كان المعرض فين في المعرض في الرواق رواق الفنون الله يجزي باستور رواق الفنون يمكن الإنسان يمشي ويقف إن شاء الله مش دوها أمام لحظات تاريخية تاريخية يعني بحل التاريخ يوقف صورة توقف لك التاريخ وتستحضر إن شاء الله تعالى وذكر واسم وذكر أنك إذن راحل كما راحلوا وما عليك إلا أن يكون لك إن شاء الله بصمة أيضا في هذا الحي فهذا العمل ديال الجمعية وفي عمل خرد دياله إن شاء الله فهم إن شاء الله تعالى زارعوا زين وإحنا ياكلنا وإحنا نزرعوا ليأكل الآخرون باش يستمر إن شاء الله العطاء بإذن الله تعالى جزاكم الله خير